لم تعد المخاوف من انعكاس الانتفاضة في سوريا على الوضع الأمني في لبنان مجرد هواجز تلوح من بعيد أصبحت واقعا بحكم الاشتباكات التي شهدتها مدينة ترابلس الشمالية تحديدا بين حيي جبل محسن للغالبية العلوية وباب التباني للغالبية السنية هذا التوتر خرج إلى الشارع على خلفية اعتقال الشاب شاد المولوي من قبل جهاز الأمن العام بذريعة أنه مرتبط بمجموعة سلفية أو بتنظيم القاعدة التوتر تشعب وأخذ أبعاد عديدة معظمها مرتبط بالوضع في سوريا وبالانقسام السياسي في لبنان حوله بين الحكومة ومعارضيها وبين حزب الله وخصومه لكن بعد آخر أضيف مع توقيف رجل قطري في إطار التحقيق مع مولوي ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه غادر بيروت أمس بعد رفع حظر السفر عنه بعد ذلك مباشرة وجهت قطر والإمارات والبحرين تحذيرا إلى رعاياها بمغادرة لبنان أو عدم التواجه إلى المناطق الخطيرة فيه فيما يبدو إشارة إلى الوضع في فمال وذلك لأسباب قيل أنها لدواع أمنية لكن وزير الخارجية اللبناني عدنا منصور دعا هذه الدول للعودة عن قرارها لافتا خلال توجهه إلى قطر أنه سيبحث هذا الموضوع مع نظيره القطري أما رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي فقد بادر إلى الاتصال بعدد من المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي مستوضحا أسباب التحذيرات التي استغربها واعتبر أن لا مبررة لها لكن شخصيات معارضة للحكومة ومناوئة لحزب الله اعتبرت أن مبررة هذه التحذيرات هو السياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة والتي برأيها كشفت لبنان أمنيا خطوة الدول الخليجية الثلاث أثارت مخاوف البعض في لبنان وعززت الهلع لديهم من أن احتمال تفجر الوضع الأمني في البلد وارد أكثر من ذي قبل نجلة أبو مرعي بي بي سي